انه اختلاف في الرأي. وكابتر احمد يشاركنا. انا بحس بيرس تاوي حتى في لمسيته في الكورة. استلامه للكورة. قراراته في الكورة. مختلف عن كثير من اللاعبين. ممكن بيكونش اعظم حاجة. بس مختلف. مال مصطفى فاتحة دايب ايه? مصطفى فاتحة عمل مبارا حيبه اول نهاردة. دايب ايه? اه يعني. اه ممكن عشان انت بتقارن. اه يعني. شوف انا بكيبك بقى لعيب مصري. بيرس تاوي احنا عارفينه. يعني اللقطات اللي كان بتاردلو في منتخب جنوب افريقيا. لأ دي حاجة فعلا تقول ان ده ده لعيب. بس ايضا شاب ان بيرس ناوم بتحسن في الفتحة الاخيرة شوية. اه بدأ يتحسن. بس هو اه يعني النادي النادي زمالك عايز لعيب عنده سباب مستوى. يعني انت بقى على طول. بالزبط. سبعة من عشرة. مم. ما تقلش بقى تقاشر اربعة ما تبقاش خمسة. صح. سبعة من عشرة دي كبير احوال ضعيفة. ضعيفة انا بقول لك والله لا. يعني الحمد لله انا متابعة جيد وانت اكيد متابعة جيد. لان ده شغلك وده اه يعني ده المطبخ بتاعك زي انا. شوف بيرستاو من بعد ماتش احمد. وماتش الهلال بالاخص. من قبلهم كان يعني المستوى متزبز. عمل المباريتين دول بصراحة عمل نقل النادي الاهلي. صح. وهو كان نجم الفرقة في الفترة دي. صح. بعد المباريتين دول بالاخص لقيت الكرفي بنزل تاني 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 الطبيعي اللي احنا شوفناه قبل كده. صح. مش بيرستاو اللي هو ازاي احمد باندالي. لا انا موكي. انا موكي لسد على كلامك بحاجة كمان هتتخلي كمان استادة مشاهدين يخش معنا. لو على ثبات المستوى فحسين الشحات بقاله مسلا سبع تمن تسع مباريات عنده ثبات في المستوى. بضبط. ده اللي بنتكلم فيه. هي الفكرة ان بيرسي هو لعب كويس. احنا محدش مختلف عليه. بس هو عنده مشكلة في السبات. لا هو هو انت بتقول اللعب كويس. انا عشان اجيب محترف يبقى مميز. مميز. يعني فيه فرق ان مسلا اه. عبدالله عبدالله مسلا بيلعب بيلعب باك رايت او هاف رايت مسلا. انا راح اجيب حد مع مع عبدالله لازم الحد ده على عبدالله مستوى سبعين في الماء. اللي جاي ده تسعين في الماء. صح. لو مستوى عبدالله ما جيبوش. بصح. انا بيجيب حد عشان يعني مسلا اي محترف مسلا. في لافي في الاول. في لافي ما كانش يجيب جنف ماتش. يقول لك ده مستوى قلل. في لافي اعطوه المطالب نازم بيجوان. جيل بيرتو نفس الكلام. لان انت انت بتجيب المحترف ده عشان هو يبقى. يدي الاضافة. اضافة يبقى مستوى يعني على اقل خمسة عشرين في الماء تلاتين في الماء من اللي عندك. طب.